حكاية الليلة قصيرة ولكن المضمون ديالها عظيم كي اللي غادي يعطيها الامل وكي اللي غادي تعلم انها ما تديرش بولدها هاد الحالة في حلقة الليلة عندنا زوج ديال الدروس وحدة اللي هي سلبية وحدة اللي هي ايجابية ولكن الموضوع ديال سلبية اول مرة غادي نحكيه ونتطرق ليه فشي قصة غير هو كان وعدكم بواحد النهاية اللي هي جميلة ورائعة واللي كانت منها لأي بنت إذا كانت داس من نفس الدروح ما سمشوفين وبقاوا معاي اليوم سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليو تريب سلاميلي كنتم تقولون بقبل اخير ومع تبانو او مي جود قوي المؤنسة ديالكم عادت اليكم من جديد فحلقة جديدة وخاقصيرة ولكن قبل خليني هو اللي هو ندير معكم واحد البخطاج انتها واحد لابة جزوينة وانا عرفة بلانا وكل انتا محتاجة انها تكون نتا تعرفها كل من هي مهتمة بانها تهل فرصها وكتبغي انها الدر دي بخودو اللي هما اوغيجينو ولي جايين من السيس ديالهم تواصلوا معايو تريندي بروتك بحل مثلا غليكوليكاسيد نتاع اردينري الغيتنون نتاع اردينري تاوالي مخصوش اختاكم بكمليمون تاوالي اوميغا 3 تاوالي مخصوش اختاكم جين نتوايون القواشا هاد لابة غايبوغام مصاج اليكتريك ميل زيت ديال الشعر دكت قشرة ديال السيليكون اللي تيخليو رجلات انا وميكون رتيطبين اي حاجة بغيتوها اللي كتخص المظهر ديال انتا انا تطلع فرطا دخلوا لعند هاد لابة ايستاقرام انا اخليكم هنا او هنا وغادي تلقوا فيها قاعدة كشي اللي بغيتو رامو فرع لكم هاد شي كامل والناس ديال انستاقرام دياللي رامو عارفين هاد الصفحة بحاشي شغيمات ديال ما حيشاش ديما كنشاركها معاكم ما كتخطانيش هاد هي الحاجة اللولا اما الحاجة التانية بغيت نقول لكم بلي انه اي واحد مهتم انه يعود لي او لي يشارك معاى الحكاية ديالي اذا كانت سي حكاية اللي فيها عبرة المستمع ويستفد منها النهاية تاثيل بيا او الايجابية المهم فيها عبرة ما تنسوش انكم تواصله معايا في الواتساب ديالي غادي نخلي لكم التحت في اول تعليق ديكسا انا غادي نسمع القصة ديالكم اذا كانت هي قابلة انها تشارك مع الناس وفيها استفادة غادي نتوكل على الله وغادي نعلمكم غادي نتوما غادي نتخلوا على الواتساب سوف نشارك في هذه الحكاية هذا هو الموضوع أنت حكيتي سوف تسردون لي الأدوهات لا تنسوا مني أنني أجولكم ذلك لأنني وصلوني الكثير من الرسائل ولكن غير سوف نسمع القصة أو لنرى المساج سوف نصفت لكم في الأخير ما أتعطلش عليكم أكثر ونقولكم بسم الله أنا ليلى لم أكن تهمش الطفولة لي لأنها جيدة ولكن لدي حاجة واحدة التي أريد أن ننظر معكم في هذه الطفولة لي لأنه من أين عقلت على رأسي؟ ويقولون في العائلة بأنه ليلة العالي وعالي الليلة هذا العالي أنا ابنت خالته وهو والد خالتي كبر مني بربع سنين من وإن أنا صغيرة وكان هو من نسبة ليدك أول حب في حياتي الحب البريء الصادق ولم يوجد أي شيء تسعيني أنا أنا ذاك عندما كنت أجي عند خالتي كانت يكون هو وكانت تقولي يا خالتي لم ترى أن تكوني مرت والدي هذه الهضراء تجلت في دماغنا بزوج وبقاتك التداول وبدأنا نكبر بها بقاتك عندي الفكرة أنه فاش غادي نكبرو حنا بعضياتنا غادي نتسوجو طلعت أنا الإعدادية وهو طلع للتاناوية بما أنه كبر مني بربع سنين وكان عندي نهار الكبير هو أنا ينطلقاه ونشوفه ينطلقى عند جدتي يا عندهم يا عندنا المهم فاش كانت تجمعه الويكاند أدية أهم حاجة كل ما شفته كان عندي إحساس لي في شكل قلبي تيبغي يخرج من بلاسته إحساس لي كي تحس مرة وحدة في العمر بغيته ديال بالصح بوحدة درجة اللي كانت كبيرة ومبالغ فيها من مراه هو طلع للباك وكانت تعرف على شيء وحدة اللي كانت كتقرأ معاه وديما كانت يقول لي لا ليلة هديك رغير ديال تفل يا وانتي هي بنت خالتي ما نقدرش ندير معاك شي حاجة بحكم أني تنبغيك ذاك شي باش أنا كندوز لوقتها دا ساعة وصافي قلت إمكان بالصحة جشي اللي كان وراهناوي معايا المعقول وما بغاش يتفلع لي ما كنت يقول لي يا عقلي أنا ذاك ما زال كنت مازال بقى صغيرة ما عنديش تجربة في الحياة واحد النهار ما كانش عندي التليفون كان بابا ولا ماما إذا دوروا معايا كنت كان جميع الصرف وكان مشي كان لحضرهم واللازوج في التليبوتيك وتنصوني عليه في آخر الأسبوع باش نسوّل فيه حيث عند بالي الليلة العالي وعالي الليلة بقى كان عقل واحد النهار كنت صونيت عليه وهو كان مع أصحابه اللي كنت كان عارفهم صونيت عليه صونيت عليه ما قلتي هو كان مكبر الصوتي باش أنه يسمع على أصحابه وهنا ما قلت كان نسمع أصحابه بللي أنهم يضحكوا وهنا فين سيبدأ الأذى هنا بديت كان نحسس بالسلبيات في شنو أنا عايشة بقات واحدة على واحدة تليم محلية بمعنى ولا كيتفادى باش أنا ويتلاقيني وأنا كنت كان نقول لا راه هاد شي عادي يمكن راه كبر في العقلية دياله وكتبت لي حيث شد الباك أنا ذاك وكان كي يخدم معباه في تكشي ديال التجارة وانا ذاك الساعة طلعت للتناوي تل واحد النهار قلت صنع لواحد طبلة ديال الغضاء دارت عندي ماما وقالت لي يا ليلة راه عالي غادي يخطب أنا كان عند بالي باللي أنا وغادي يخطبني أنا فبديت كانت ناعة تكمل لي الجملة بللي أنا غادي يجو عندنا الأسبوع الجاي حتى كتقول لي يا ليلة راه عالي غادي يخطب في لانا ما نكذبش عليكم ما حسيتش براسي حتى بقى الدموع وحكيها بطولية من عيني دوس أكفس نهار في حياتي تحطمت واحد تحطمة اللي ما يمكنش بحيلة سنين وانتي كتبني في واحد المبنى وكي يجي شي حد تيريبو ليك ومع العقل ديال الصغر استقبلت الخبر بحال شيموت لانا وانا ذاك ما كنت محمرة براسي بحتى شي حد من غيره فكانت بالنسبة لي صافي النهاية ديالالعالم بما انه ما غادي شي يكون لي ماما اكيد بقى فيها الحال لانه بحيلة كانوا يعطي الكلمة وكل عام كانوا يقولوا لنا غير يشد لبك عالي غادي يجي خطبك وغادي تزوجه وانا كنت كانت تناب بفارغ الصبر غير باش انه نكونوا مع بعضياتنا عمار تراسي به كل شي كان كيتسف عليها لدرجة انه ما بقيتش حاملة انا لانجلس مع العائلة ولا شي حاجة حيث ولوك يشوفوا في يدك النظرة ديال المسكينة والشافاقة ولاك يقولوا لي يا صافي مرة ما مكتبش ليك المهم ماما دخلت في سراعات مع خالتي بمعنى خدوا موقف من بعضياتهم وقطعوا الهضرة لمدة شهرين طبيعة الحال ما قلتش لها ماما اعليش زوجتي والدك ولكن خالتي انا ذاك دارت في الهضرة ديالها وقلت لماما انا ولدي اذا كنبغي بنت الناس واحد اخرى انا ما نقدرش نوقف فوجوه وانا كده وانا كده ولكن خالتي انتي اصلا لولا اللي درت هذه الفكرة في ريوسنا كون دخلاتي هي اصلا سوقراتها ما غاديش ندخلو في قاعات التفاصيل المهم دارو الخطبة اللي مامشناش لها حيتاش مشات غير جداتي وجدا وخالتي وانا ذاك ما كانش هو خدامش خدمة فهو كان جا واحد نهار عن جداتي وكنت حتى انا عندها قلت لي بغيت نهار معاك عاري او بتنطو موبيل ديال ببا وقلت لي مبروك عليك الخطبة قال يالله يبارك فيك وما راضيش انه يشوف لي في عيني حيتاش عارفة شمدار قلت لي انا حاجة واحدة غادي نقول لك عيشتني حلمة وانا فايقة ولكن ما اللومكش انت إلا كنتي ما بغيتينيش ولكن غادي نلو ما هي اللي كذبات وتهيقات الكذبة بس لي ارصي وقال لي اسمحي لي قلت له الله يسامح كانت سهلة في النطق ولكن ربي اللي كان عالم بالعافية اللي كانت في قلبي والكورة اللي كانت محبوسة في حلقي والمشكلة انا وهذا الحادث صادف شي ضروف اللي كناعشناها مع بابا اللي كان انا ذاك تخلى علينا وكنت انا في الفترة ديالامتحانات وكانت واحد تراكمات اللي كانت تراهيبة ما كونش قادرنا استفق من كتفي فالكتاب الضبط ربي سبحانه هو الوحيد اللي كان عن بيا وبحالي لانه كان تخلى علينا بابا حيش كان علي علاقة مع الجارة ديالنا حصلته ماما كي هضروف التليفون فغادي هزدراسو ومشا حيش ما كاش عنده لوجه باش انه يبقى معانا كان انا ذاك يدود عندنا نهار بحل العام مثال واحد نهار صونيت على بابا وكتلي بابا رخصني كتبه باش انني نبريباري الامتحانات ديالي خسر معي الهضروف وكانت انا ذاك حدايا ماما قلت لي يا شو قليك قلت لي يا راقاليا ما عنديش ما كانش كيسفت لنا الفلوس انا ذاك كانت تختي توظفات وبدت كاتعاون ماما واحد شوية اما الضار فاش كنا عايشين كانت ديال بابا فما خرجهش منها وجدحتها والله يطول في عمره كان كي يعاون على مكان قادر دوست الباك ديالي وجبته بعشره ووقفة ونجحت الحمد لله من مرابسة شهر قالوا باللي حقا عالي وديك خاطبته غاديديروا العقد والعرس انا صافي اهنا بديت كانت تقبل الامور حيزاش بزز مني نهار درب صدق كان خاصنا انا حتى احنا نمشول عندهم باش انا نمشو دار عند خالتي ونمشو مجموعين دار العروسة نديولي على الهدية انا كنت مصيزة ولابسة وانا كل حاصرة واخدت تقبلت الامر كنت نقول كان غايكو اليومه هو نهاري ومشي نهاري اقسم بالله الى فحياتي عمرني صغرت ولا عرفت حتى كيفاش كي صغرتوا الناس غير هو خرج عندنا بده كي صغرتوا ما عرفتش اخوتي كيفاش خرجت لديك تتخريتها من الفمي وكانت طويلة وبحيلة اراني مش حال هذي وانا كنت كانت تدرب عليها كل شي تبغض فيها والعيني بقوا يشوفوا غير فيها انا وتستطابلوا عليها مشينا لدار العروسة والانظر كلها من الفتالية من ناحية عائلتي كل شي تشوفي انا كيفاش متقبلها وشنو كان ذير وهو كان في قيمة السعادة دياله وصلنا لعندهم طبيعة الحال كان في خبارها الخبار اشنو كان ما بيننا وصلنا عندهم فاش بدوا التركاب ديال الخواتم بقى عقله وهو تركب له الخاتم وعينيه ما حيدهم شعلية وانا واحد الاحساس وخان نعيه من قصح فراسي ما نقدرش من بعدها جا واحد النهار اللي قال يا سمحي لي وانا ما بغتش نظلمك معايا وانا كذا وانا كذا من كذا بش عليكم شحال وانا تنصلي وكان طلب ربي انا وياخد لي حقي حيتاش اهرس فيه بزاف ديال الحويج وخان بغي نوصفهم ليكم ما غاتش نعرف انا انا ذاك كان الحلم ديالي انني يكون استادة في اللغة العربية ولكن مع الظروف مسحت الحلم ديالي بيدي وشمرت على دريعاتي باش انا نيقلب على خدمة خدمت فروض الاطفال كنت كان دير سواي على الوليدات صغار باربعمية درهم في الشهر خدمت كوافورة تل واحد النهار طاب وليا رجلي بالوقيف ونقسم لكم برب الكعبة انني عمرني فكرت انني لتجأ الشيطريق لما يبغي شربي لانني كنت اجيبها بالحلال وبدرعي وخاك قليلة من مراها خدمت في شركة كنت كانت فيق مع ربعا ديال الصباح كانت ترس بور وكانت تخرج معي ماما مسكينة فدك البرد والبنية كانت خاوية كانوا البنات يخرجوا معهم باوتهم او اخوتهم الرجال وانا ما كانت تراج الحداياة الحمد لله وكانت تخلص وكانت دخول وليت هزه راسي وهزه احتها ممتي من بعد هذه المرحلة من بعد عام ازدت عندهم بنيتا ولكن غادي تأزموا ماديا وما تفاهمش مع ابا ومش اخدم مع شركة واحد اخرين وما كانش كيتفاهم معهم دخلوا في ازمة مادية اللي كانت كبيرة حتى خلتيت زيارات مادية وكانوا عايشين واحد العيشة اللي كانت مدسة ظهورة من نهار دخلت عليهم ديكسيدة وهما لور لور اما انا من امورها عمرني ما اعطيت فرصة لراسي انني نبغي شي واحد ولكن قوات الشخصية ديلي وما بقيتش عاطفية وتنسيت ذاك الموضوع وتعرفت علي انا وانا ما بقيتش كانت تأثر لدرجة انه تكون قاع الموت ويكون اللي كان الدموع ما كانوش ينزلو لي وخان حزن داخليا في ذاك السنة كانت عندي واحد صاحبتي من يام التانوية كان يجي عندهم والد عمهم من فرنسا ذاك والد عمها كان بغي انا ويتزوج فشافني عندها وبخاها انا في الاول ما بغيتش لانا وما كنتش مستعدة وكنت كانت انا انتزوج عن حب حتى انا ونعيش شي قصة ولكن ما قدرتش المهم هدو والد عمت صاحبتي بقى يو سر حياتش كان بغيني كنت كان قولي لا انا ما بغيتش نعيش على برا صبر معي عام ونص قواتي صفت لي حتى يشوفني انا كنت قلت لها الماما واذا تكتقنعني سير يدير مستقبلك سير يدير حياتك فقلت مع راسي شو خدي مقانة كانت سنة انا ما كنتش بغي انا انتزوج حياتش كنت خايفة لاناناني انضلم معي هدو والد الناس ولا ما نعطيش حقه في المشاعر فكنت خايفة اناني ما نعطيش لي استحق كنت نقول لما ما ما نقدرش نتعدى عليه بقات معي ماما حتى اقتانعت وفي هذا الوقتة كان ماما تسمحت مع بابا وارجع معنا للدار واحد من نهار ارتبت راسي عيط لي باش انا نعطي فرصة في حياتي وحتى انا كذلك فقلت لي باللي انا موافقة بغي يطار بالفرحة في الاول من بعد ما وافقت تخلطت علي المشاعر مرة كان عطيه وقته مرة كندوي معاه مرة لا كان خاصني اناني نتنسي مانا في شحال باش انا ننتشوفه المهم هو دار المستحيل باش انه يكسبني من بعد ما عفتمه مزيان كان عند بالي باللي انا وقاع الجنس الذكري ديرين بحلول دخالتي عالي فبقى عندي تخوف من العلاقات حتى جاهد السيد وعرفني الحقيقة ديال العلاقة اخطبني من دارنا ودرنا العقد ودكشي اللي عيشني عالي من المشاعر ديال الاسع فاش كان بغايت زوج هو اللي غادي يعيشهم اليوم وما حضرش الضريب صداقة ديالي فهذا المرحلة انا كنت فرحانة حيثش بديت كان نحس بعوض الله وفي نفس الوقت كنت مترددة الضرجة انني ارفضت تزوج به زوج ديال مرات وكل مرة كانت يأكد عليها تخطبت الحمد لله ودرت العقاد ودرت العرس وحضر كل شيء إلا عالي وليت كان نحس به بلي انا وكيت تفادى انه يشوفني وحتى انا صراحة عجبني الوضع بحلاكة لقيت راحتي وهذا الامر خلاني انني نعطي لراسي فرصة واحدة اخرى باست شهور وكنت مشغولة بالوراق وبالتحاق بالزوج ديالي وراكم عارفين الوراق والمتطلبات وتوجاد كنت كان استمتع باي لحظة واي حاجة شريتها لراسي كعروسة كان نوجد باش انا نمشي كعروسة انها غدا عند رجلها الحمدلله رجلي فاشت زوجنا كان قال لي يا جلسي ما تخدميش وذلك شلي كتشدي في الشهر انا نصفت لك منه الضوبل كان مخليني مخصوصة من حتى شي حاجة التحت بي الحمدلله من بعد وفي اسبوعنا الاول غادي يمشي يشري لي الطموبيل خلص علي القراية انت عوح الديبلوم وتبدلت شكلا ومضمونة علي كان وقت محطت شت صورة جيدة يدير لها اعجاب وكانت باينة فيه باللي انا وتنادم معي هالحال ولكن انا انا ذاك حسيت باللي انه ذاك الشي كله اللي داز في حياتي باش ربي انه يعوضني ويعطاني كتر من ذاك الشي اللي كان طلب داست تلتشهور وحملت بولدي كنت مشغولة بالحامل ديالي وبداري وبراجلي وحتى براسي اخرت مرة تلاقيت مع والد خالتي في السبوع ديالولدي وغادي يجي حتى الاخير عارفته وقسم بالله متحركت فيه حتى شي شعره من جهته فشفته ما يمكنش كيفاش اضعافه ولا تحالته اعطفت عليه وسلم عليا وحد السلام اللي كان فيشكل ذاك السلام الحار وفيه تهنيدة بحالي لا شافش حاجة غالية عنده وانا قلبي ولك كيفش حجرة من جهته ما تتحرك فيه حتى شي ساكين ما حسيت بتا شي حاجة ما عرفش اللي اللي خلاني تابتة واش عوض الله اللي هون علي ادشي ولا شخصيتي قوية اللي ابنت هالظروف انا اليوم تنحمد الله وتنشكره على الزوج جيالي اللي لقيت فيه كل شي الاخ الاب سند الحمد لله احسن قبل ولداتي اللي اداده عندنا كان جيب بزاف المغرب وعالي دي ما تدير السباب الخدمة وما عمرني ماشته وكيف كتليكم ما بقيش تنحس مجيته بحتى شي حاجة غير انا نتنعطف عليه ورغم هاد الشي كله وهاد السنين اللي فاتت انا ما بقيش كان كليه تشي مشاعر ولكن كيبقى فيها كولد خالتي ولكن ماشي كيش حاجة واحد اخرى تمنيت لو كان حتى هو ولا شي حاجة على الاقل تكون عنده خدمة اللي هي مركزة باش انه يعيش عائلته ولكن اقول لكم حاجة قاعد لي دازالية نفعني وتقويت وتقويت شخص رياد ياري ولات عندي ماناعة انا اليوم في عمري 26 سنة والحمد الله كان حسب راسي باللي انني وقفة على اساس لي هو صحيح وحتى حاجة ما غدي توقفني باذن الله هذه كانت حكايتي وهذه هي كانت حكاية ليلى يا سدى كيرام بين شنو هما الجوج دي المواضيع اللي استفدنا من هاد الحكاية حتى تخليوا لي في التعليق شنو هما ولكن او حاجة بغيت نقول الوالدين انا مزوجة ما تبقوش تعمرو ريوس وليدتكم بالزواج وما تخليوش اللي يعمر لي هم ريوسهم ذاك شي ديال الزمان اراثي يضمر الاجيال في هاد الموضوع فبص ما تعمرو الولادكم عقلهم بالقراية ويوالي ومركزين عليها ويوالي وغاديين القاسم وهم مركزين علي الزواج وعلى ذاك شي نتومة اللي يبنيتوا اللي ما عندوش حتى شي مستقبال صالح بحل في القاسة ديال الليلة كان الجوج عبار وحدة سلبية وحدة ايجابية بغيتكم التحت في التعليق ساعتهم لي شنو هما بالمختصر مفيد دمتم في رعاية الله وحفظيه سلام سلام